في السبعينيات وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى ذروته وبدأ سعره بالارتفاع السريع في الوقت الذي تضافرت فيه عوامل أخرى دفعت أمريكا إلى تقنين البترول أتذكر سبعينيات عندما كنت طفلا أجلس في المقعد الخلفي لسيارة أم الحمراء في صف طويل وننتظر لنشتري البنزين هذا هو لويس فنكل نائب رئيس معهد البترول الأمريكي الذي يمثل مصالح شركات البترول لكن عالم اليوم يختلف عن عالم الأمس فإنتاج الولايات المتحدة حاليا يبلغ نحو 8 ملايين برميل نفط يوميا حيث حقق الإنتاج نموا في السنوات الخمس الماضية بلغ 65% لذا قوانين السبعينات لم تعد منطقية يقول فنكل التكنولوجيا أنتجت ثورة في الطاقة الحقول التي لم نتمكن من استخراج نفطها أصبحت سهلة للعمل ونحن في طريقنا لنصبح المنتج العالمي الأول للطاقة نريد تجارة حرة حول العالم تخلق الثروة والوظائف الكثير من أعضاء الكونغرس وأخاصة الذين تقعوا دوائرهم الانتخابية في مناطق غانية بالبترول مثل تاكسس يوافقون على أن الوقت حان لإلغاء القانون الذي يمنع من تصدير النفط الخام إذا لم نسمح بتصدير النفط الخام سيؤدي هذا إلى إغراق السوق المحلي وإلى إبطاء الإنتاج ولكن السماحة بالتصدير سيساعد على استقرار الأسعار وعلى خلق الوظائف المحلية وتثبيت ميزان الصادرات والواردات على رغم كل هذا يقول أعضاء الكونغرس أنهم لا يتوقعون أن يقوموا برفع الحظر على تصدير النفط الخام قبل العام المقبلي في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً وخلال أربع سنوات في تلك الأكثر تشاؤماً على المدى القريب فالسيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى تسريع العملية هو في حال وجود تهديداً للأمن الوطني إن قامت روسيا بغزو أوكرانيا مثلاً ربما نرى تأييداً لتصدير النفط الخام إلى الدول الأوروبية لتقلص من اعتمادها على روسيا أما المعارضة المحلية لرفع الحظر فتأتي من مجموعات عدة أبرزها المستهلكون الذين يخشون ارتفاع سعر البنزين إلى جانب شركات تكرير البترول المحلية التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط المحلية مقارنة بالأسعار العالمية بالإضافة إلى ناشطي البيئة دراستنا تشير إلى أن رفع الحظر على تصدير النفط الخام سينتج ثاني أكسيدو كاربون بمثابة ما تنتجه 42 محطة توليد كهرباء تعمل على الفحم بحلول عام 2050 وعلى الرغم من الخلاف إلا أن ما يتفق عليه طرفان نقاش هو أن زيادة في كمية النفط الذي سيتم إنتاجه في حال رفع الحظر يقدر بنصف مليون برميل في اليوم على الأقل من الشقاق العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر